السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أينما كنتم حفظ الله الجميع ورمضان كريم مبارك وصياما مقبولا وأجرا ثابتا إن شاء الله الورشة لهذا اليوم تتحدث عن موضوع قد يكون مطروق لأول مرة لأنني من خلال البحث لم أرى أي من اللغويين أو من ذو الاقتصاص في مجال الترجمة أنه تناول هكذا موضوع موضوع الورشة بالإنجليزية يعني دور المترجمين في ظل أزمة جائحة كورونا الورشة هي من إعدادي محدثكم عبد الله السعدي تدريسي في قسم اللغة الإنجليزية كلية التربية البنات في الجامعة العراقية الآن why we compose this term we come to CO the first two letters stands for Corona the VI the second two letters means Virus The fifth letter stands for disease. The number 19, it refers to the year 2019, the year in which this pandemic was first identified. In Arabic, من أين جاءت تسمية كوبن ناينتين. الكلمة مركبة من عدة حروف الحرفين الأولين هما سي أو يتمثل الكورونا اللي هي التاج أو الهالة وفي آي تمثل الفيروس والدي الدزيز أو المرض أو الوباء والرقم 19 يمثل السنة التي عرفة فيها هذا المرض والمصدر هو من منظمة الصحة العالمية. Let's now know about the purpose of this workshop. This workshop is actually designed to explain the significance role of translators and interpreters during the times of crisis and how their work may be affected by such events. The main task of translators and interpreters is to ensure accurate and efficient communication across language barriers, especially during urgent situations such as natural disasters and outbreak of pandemics. Translators and interpreters are more likely to to engage in activities directed to the public, including translating awareness raising flyers towards COVID-19 among members of society. الغرض من الورشة هو ليشرح دور المترجمين كأن يكون المترجم التحريري أو المترجم وكيف يتأثر هذا العمل في مثل هذه الحالات. دور المترجم هنا لضمان تواصل صحيح ودقيق من خلال كسر الحواجز اللغوية بين الناس. خاصة في مثل هذه الأوضاع الحرجة والدقيقة كالكوارث الطبيعية وتفشي الأوبئة. عادة يكون للمترجمين فعاليات تستهدف من تستهدف العامة من الناس من خلال ترجمة المنشورات لزيادة الوعي عن وباء كوفيد 19. وهذه لا تختصر على المنشورات الكتابية وإنما من خلال أيضا اسحامهم بالترجمة الفورية وترجمة الإشارة لبقية الناس من دول احتياجات الخاصة. With the spread of the COVID-19 pandemic, translators and interpreters should get themselves updated on a regular basis to ensure having the latest information, guidance and support. As the coronavirus outbreak has spread, many countries across the globe have put resources into translating materials into 22 languages other than English. The texts resulting from translation are being shared between local government leaders, health workers, social movements and the local and regional media. مع أن بدأ انتشار جائحة كورونا، بدأ المترجمون استعدالاتهم لاطلاع على آخر التحديثات في ما يتعلق بالمعلومات الخاصة بهذا الوباء وكيفية أن يقدموا النصيحة وكذلك الدعم وعندما بدأ هذا الوباء بالانتشار الكثير من الدول في العالم الكثير من الدول في العالم وضعت كل إمكانياتها في ترجمة كل المواد التي تتعلق بهذا الوباء إلى 22 لغة وكل النصوص وكل النصوص الناتجة من الترجمة سيتم مشاركتها بين قادة الحكومات المحلية والعاملين في القطاع الصحي والملظمات الاجتماعية والحركات الاجتماعية وخاصة وسائل الإعلام المحلية والأقليمية والعالمية الناتجة حدثنا 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 الحقيقة في هذا المنزل من يوجد هذه الحقيقة انهم هذه الحقيقة المزيدة والقوة والحقيقة وكما يتعطيبون الوصول إلى الطاقة من المعرفة والكتابة للغاية والحقاديث في التواصل الاجتماعي ومع البعض التي نمتل من جميعهم من العمليات المتحدة ومع المترجمات التعليمات applying sustainability to public services to face challenges at the international scene before and after the outbreak of the pandemic. Thanks to the qualification and training programs offered by translation studies, organizations, associations, agencies, and centers, translators and interpreters have contributed in circulating instructions on health and safety to the public by providing them with all relevant recommendations and advices. هنا يجب الإشارة إلى ما يسمى بأصحاب الستر البيضاء أو جحافل الأطباء، الطبيبات، الممرضات، الممرضين، الكوادر الصحية، كوادر الإسعاف الذين توجهوا إلى الخطوط الأمامية لصد هذا الوباء وخوض هذه المعركة. في نفس الوقت هناك دعم من فئات في المجتمع تطوعت من ضمنهم المترجمين الذين أسهموا في تقديم الاستدامة للخدمات العامة لمواجهة هذه التحديات في المشهد العالمي قبل وبعد انتشار هذا الوباء. وما ساعد هؤلاء المترجمون هي المؤهلات والبرامج التدريبية التي قدمت لهم من قبل منظمات الدراسات الترجمية وأيضا الجمعيات والوكالات والمراكز لذلك أسهم في نشر التعليمات بخصوص الصحة والسلام إلى العام من الناس من خلال تزويدهم بالتوصيات والنصائح المطلوبة. For multilingual and multicultural cosmopolitan communities that include a huge number of expatriates as in the GCC states it is an urgent need at these times for live interpreting especially in light of the daily bulletins and press conferences held by the supreme committee for crisis management and the ministries of public health. ministries of foreign affairs in these countries provide qualified translators to render carbon-90 flyers into the languages of like Bengali, Hindi, Nepalese, Urdo and other languages. So the role of translators goes beyond this to form the main link between the relevant ministries and regional representatives of the World Health Organization. بالنسبة للمجتمعات الوافدة متعددة اللغات والثقافات التي تضم عدداً كبيراً من المغتربين كما هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي. هناك حاجة ماسة في مثل هذه الأوقات للترجمة الفورية لا سيما لترجمة نشرات الأخبار اليومية والمؤتمرات الصحفية التي تعقدها اللجان العليا لإدارة العزمات ووزارات الصحة العامة. حيتوفر وزارات الخارجية في هذه البلدان أو توظف مترجمين مؤهلين من دول خبرة التي ترجمت كل النشرات الخاصة بCOVID-19 إلى اللغات البنجالية والهندية والنيفالية والأوردو ولغات أخرى لأنه المجتمع هو مجتمع خليط. ولا يقتصد دور المترجمين هنا على تقديم مثل هذه الخدمات الترجمية بل تعداه إلى أن يكون المترجم حلقة وصل رئيسة بين الوزارات ذات الصلة والممثلين الأقليميين لمنظمة الصحة العالمية. محاولات الترجمة For verbal communications, interpreters are relied on heavily to help spread the message. However, when written messages need to be conveyed, translators intervene to bridge the language barrier. Often times, interpreters and even translators may be tough to find during crisis situations, especially when dealing with rare languages or languages of lesser diffusion as they are so called. As interpreters and translators are often residents of the regions being impacted, they have to practice social distancing along with everyone else. To solve this, video-remote interpreting or telephonic interpreting may be used. In this case, with regard to the relationship, there is a lot of attention to the participants of the population بشكل كبير للمساعدة في نقل الرسائل المتعلقة بالمرض ومع ذلك عندما يلزم الأمر نقل رسالة مكتوبة هنا يأتي دور المترجم التحريري لرجم هذه الهوة اللغوية أو الحاجز اللغوي في كثير من الأحيان قد يكون من الصعب العثور على المترجم الفورين أو حتى المترجمين التحريريين خلال أوقات الأزمات خاصة عند التعامل مع اللغات النادرة أو اللغات الأقل انتشارا كما يطلق عليها ولأن المترجمين الفوريين والمترجمين التحريريين غالبا ما يكونهم جزء من منظومة سكانية المتأثرة بالأوبئة لذا ينبغي عليهم ممارسة التباعد الجسدي أو التباعد الاجتماعي أسوة بالآخرين ولتجنب الاحتكاك أثناء العمل يمكن للمترجمين استخدام الترجمة الفورية الفيديوية عن بعد أو الترجمة عن طريق التلفون أو ترجمة الهاتفية المترجمات أخرى من المترجمات أخرى في القرآن ترجمة التحريريين أيضا المترجمات أخرى في القرآن ينبغي توفير كل المعلومات المتعلقة بجائحة كورونا بلغات متعددة وهذا يشمل أن تكون الإعلانات المتلفزة من خلال لغة الإشارة ويتبنىها مترجمون ومحترفون في لغة الإشارة كما حصل في تايوان ينبغي أن تكون مواقع الويب سايت يعني مواقع الألكترونية أيضا متاحة لأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية أو سمعية أو صعوبات في التعليم وأيضا خدمات التليفون الهاتف يجب أن تتضمن هناك صياغ نصية للأشخاص الصم أو ضعاف السمع واللغة هنا يجب أن تستخدم في عملية التواصل لغة بسيطة لتحقيق أفضل ما يمكن من فهم وبالنسبة للأطفال طبعا حسب أنه تعرفون الأعمار الصغيرة يجب أن تكون المعلومات مناسبة لأعمارهم حتى يقومون بخطوات لحماية أنفسهم Because of the nature of their job interpreters are working with first responders and thus may face the risk of indirect trauma Interpreters may frequently be exposed to the pain and suffering of others This high pressure may cause secondary trauma which can impact the interpreter's personal and professional life after the crisis Interpreters in medical settings may be faced with working with a client whose personal family crisis may affect them mentally over time Imagine the heartbreaking job of interpreting for someone and having to notify them that a loved one is gravely ill or dying بسبب طبيعة عمل المترجمين الفوريين تراهم دائما ما يتواجدون مع حالات الأولى التي تظهر عليها أثار المرض وبالتالي يواجهون خطر الصدمة الغير مباشرة وقد يتعرض المترجمون بشكل متكرر لألام ومعاناة الآخرين وهذا بطبيعته سيسبب ضغط وصدمة من الدرجة الثانية يمكن أن تؤثر على حياة المترجم الشخصية والمهنية بعد زوال الأزمة وبالنسبة للمترجمين في المجالات الطبية يعني المترجم باختصاصات الطبية قد يعمل مع مريض ومتأثر متأثر بأزمة عائلية شخصية وهذه الأزمة الشخصية طبعاً راح بمرور الزمن تأثر على المترجم الذي هو على احتكاك بهذه الشريحة تخيلوا كم هي صعبة تلك المهمة وخاصة عندما يخبر المترجم أحد أفراد شخص يعاني من مرض خطير أو أنه على وشك الموت يعني هذه هي الأشياء الصعبة التي يمر بها المترجم أهل أن أصبح تحصل على المترجم بشكل من المترجم التي يمكنك أن تساعدك أو كل من أن تفهم أعني أن تفهم كل ما يتعلق للمترجم And I am going to talk about certain terms that are constantly used when we are talking about COVID-19. Here I listed, I mean, some of the terms according to their importance. And let's start with the first one, it is virus. Virus, ترجمته إلى virus أو جرثوما. Well, let's go through, I mean, virus from where, I mean, this term came. The word virus comes from Latin word meaning venom and describes a tiny, means tiny agent that causes infectious disease. بما معناه أنه الاسم الأول اللي ظهر هو من اللغة اللاتينية يعني السم. أوكي. وبعد ذلك استخدم جرثوما وفيروس. We come to corona and coronavirus. This is coronavirus as a compound word. Okay. الويروس التاجي أو virus corona. والاسم ما أخوذ من corona اللي هو التاج أو الهالة. So, coronavirus is a family of viruses that got its name from its appearance as the word corona means crown. إذن هذا الوباء هو من عائلة الفيروسات اللي أخذت اسمها من الاسم corona اللي هو the crown that means the attach. We come to the, when 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 we come to the virus corona, okay, because it's, it's not a new, يعني ليسيب بجديد وإنما مستجد, المستحبت. Noble coronavirus. Calling this particular one noble coronavirus is simply a way of making it clear which coronavirus is at issue. It means the new one. بما معناه أنه هنا حتى نجعل من الأمر واضح نسميه بأنه نوع جديد من الفيروس اللي هو طبعا من فصيلة بعض الفيروسات اللي راح تحدث عنها بالCOVID-19 اللي هي جائحة وضع كورونا أو ما أطلق على تسميته بCOVID-19. Though the disease currently spreading around the globe, COVID-19 is often called coronavirus. It is really a disease caused by one type of coronavirus, SARS-CoV-2. بما معناه أنه جائحة كورونا أو COVID-19 هو في الغالب يطلق عليه كورونا فيروس. وهو نوع من الوباء المتسبب من أحد هذه الأنواع اللي هي نوع SARS أو COV-2. We continue talking about the glossary or the terms used and that are related to the topic we are talking about. An outbreak is a sudden rise in the incidence of a disease which is usually confined to an area or group of people. إذن هو تفشي أو ظهور مفاجئ لحالة وبائية مرضية وتختصر بمنطقة معينة أو مجموعة من الناس. We come to the other term epidemic. Epidemic وَبَاء مَنَاطْقِي Okay. When there are enough outbreaks in places beyond that initial spot that amounts to an epidemic. يعني أقل من البانديميك الجائحة يختص برقعة جغرافية محددة. بانديميك الوباء العالمي أو الجائحة أو الجائحة سوري. بانديميك is an epidemic that has become a worldwide phenomenon. يعني أصبح ظاهرة عالمية. لأنه نأتي للبريفكس pan it means the universe or mankind. لذلك من هذا أخذ تسميته بأنه هو وباء عالمي أو جائحة عالمي. في هذا المخطط حقيقة به يعني تسلسل الأوبئة ومسمياتها وتفشي المرض. وأيضا الألوان المستخدمة للإشارة إلى كل حالة أو احتمالية المرض احتمالية ومنخفضة يعني للحدود سنويا وهناك احتمالية منخفضة للأضرار بالنسبة لللون القاني هنا. وأيضا يتحدث عن تفشي المرض يعني زيادة مفاجئة في حدوث المرض في زمان ومكان معين. أو توطن المرض زيادة مستمرة ثابتة المرض في منطقة جغرافية محددة. أو وباء أو اللي هو انتشار مرض في منطقة جغرافية كبيرة مثلا في عدة قارات أو في جميع العالم. والجائحة انتشار سريع للبرد ليصيب عداد كبيرة ضمن مجموعات سكنية معينة وفي فترة زمنية قصيرة. قصيرة. سوف نتحدث عن المحجر الصحي أو حتى بالترانسلتراشن نسميها كارنتينة أو العزة الزامية أو مدة الأربعين يوما. And the word quarantine is generally referred to as a period of 40 days. The words earliest known uses were in religious contexts like describing a 40-day period of fasting that emulated the 40 days Jesus fasted in the desert. It was also used in legal contexts like describing a period of time that a widow could remain in her deceased husband's home before she started having somebody's rent. إذن, quarantine هي كلمة أساسا تشير إلى مدة أربعون يوما. الكلمة استخدمت بالنصوص الدينية لوصف الأربعين يوم من الصيام القضاها السيد المسيح في الجزيرة في الصحراء. وكذلك تستخدم بالنصوص القانونية لوصف فترة من الوقت الأرملة تقضيها في بيت زوجها قبل أن تبدأ البحث عن شخص آخر. We have self-quarantine. Self-quarantine هو الحجر الصحي الذاتي أو الوقاعي. The word typically describes the confinement of people who appear healthy but could have the disease. It means when someone is determined to be sick and is kept apart from others, then this one is known as isolation. هنا الكلمة تصف إنه يعني الحجز للناس اللي هم يعني ظاهراً صحيين but لكن ممكن أنه يكون يحملون المرض. Isolation هو العزل الصحي الطواعي. It means to self-quarantine. Suggests that one is voluntarily confining themselves by say staying at home. يعني واحد هو يعزي النفس الطواعية. We have this one, cordon sanitaire. هذه جاي من كلمة فرنسية. اللي هو الطواق الصحي. يعني التطواق الصحي. يعني When the Chinese government effectively cut off some 50 million people in Wuhan, the location of the first outbreak that was most aptly described as a cordon sanitaire. That French term which came into use following the flu pandemic of 1918 describes wrapping off a whole community which might contain sick and healthy people and preventing anyone from living in order to curb the spread of disease. هنا هذا النوع من الطواق الصحي مارسته الصين عندما يعني حجرت أو طوقت 50 مليون شخص في مقاطعة تهان هذه الموبوءة اللي هو المكان لانتشار تفشي وباء كورونا ولذلك وصف بهذا الاسم وهذه الكلمة هي كما قلت فرنسية اللي آآ جاءت آآ إنه في اللغة بعد آآ آآ وباء آآ آآ في عام 1918 وتصف آآ آآ يعني بما معنى أنه حجر كامل المجموعة السكانية اللي هم قد يضمون المرضى والأصحابي بنفس الوقت حتى شنوا حتى يجنبون أي واحد من المغادرة حتى يسيطرون على انتشار الوباء كامل من المغادرة من المغادرة التي ترى من المغادرة من المغادرة في دكشينيري كامل هم من المغادرة مثل كورونا كامل من المغادرة عن الوضع ثم من هم المغادرة عن الأمام المغادرة من المغادرة من المغادرة التي توجهت من أن أعطاء هناك للمخرين who is interesting in uh i mean knowing about the some of the terminology related to this uh pandemic symptom symptom is a sign or indication that someone has a disease يعني بما معناه انه هو علامة او اشارة على انه شخص ما يحمل مرض او لديه مرض the adjective of this is symptomatic مصاحب المصاحب العارض المصاحب للمرض here we can use symptomatic cases of covid 19 include things like fever cough and short of breath so هنا يعني حالات المصاحبة للمرض المصاحب العارض المصاحب العارض هي الحمى والسعال وضيق في التنافس نأتي للصفة اللي هي عكس الاخرى انه هي a symptomatic a هي opposite حالة لا تطفر عليها العراب uh one of the big questions health officials have been racing to answer is whether and how long someone someone might have the novel uh coronavirus while being uh symptomatic not showing signs that they have the disease يعني ما يطرع عليهم عراب المرض uh incubation هو مدة الحضانة مثل الفيروس this is related to a virus incubation period the length of time between when an infection begins and when there are apparent signs of the disease هنا هنا يتحدث عن مدة حضانة الفيروس يعني الوقت اللي ما بين بداية الإصابة وبهور عراب المرض we are still talking about um the terms um related to uh the uh topic uh we come to uh spread as a noun هو انتشار أو انتقال المرض أولوبا it is how the novel uh coronavirus is passed from one person to another and this uh actually remains of center concern of health officials as is tracking the way it moves يعني uh انتشار المرض لازال غامض بالنسبة لي كثير من الدواءات الصحة العالمية ومن اختصاص في مجال الصحة now we come to community spread يعني الانتشار الجماعي أو التفشي الجماعي أو المجتمعي here the spread of an illness for which the source of infection is unknown هنا انتشار مرض ما أو جائحة مصدر الإصابة فيها غير معروف نأتي إلى الصفة communicable هو معدن أو قابل للانتقال أو نقل العدوى نقل العدوى نقل العدوى نقل العدوى هنا أنا دي وصف يعني آآ الأمراض الانتقالية آآ كمرض كوبرد 19 نقل العدوى نقل العدوى نقل العدوى بما معنى إنه كوبرد 19 هو من الأمراض الانتقالية بينما مرض السلطان هو مرض غير انتقالي كنتيجيا هو الاسم لانتقال العدوى it refers to the spreading of a disease هو يشيع الى انتقال مرض ما موباديتي as a noun هي نسبة لشار مرض او الحالة المرضية we say mobility rate which means a measure of how many people have an illness relative to the population يعني كم من الناس مصابين بمرض مقارنة بعدد السكان mortality هو معدل الوفيات we have mortality rate is a measure of how many people have died because of an illness also relative to the population هنا ايضا نسبة الناس الوفيات من الجراء المرض وايضا قياسا الى عدد السكنان we have the term social distancing التباعد الجسدي او الاجتماعي بصراحة افضل التباعد الجسدي وليس الاجتماعي لان بbad connotation يعني باشارة سلبية لانه بها مردود نفسي على الاخرين as the COVID-19 outbreak has grown various local and national health officials have suggested social distancing measures to show the spread of a disease بعد ان انتشرت جائحة كورونا مسؤولين في مجال الصحة محلين واقلمين وعالمين يعني اخترحوا ان نلجأ الى التباعد الجسدي كاجراء وطاعي للحد من انتشار المرض we have flattened the curve flattened the curve هنا المنحنة يعني تصطيح المنحنة او خفض المنحنة يعني نسبة تدرج المرض حسب الاوقات when public health experts talk about flattening the curve they are referring to the rate at which people become infected with the novel يعني هنا عندما يتحدث الخبراء الصحة عن تصطيح او انخفاض المنحنة يتحدثون عن نسبة التي عندها يصبح الناس مصابون بكورونا فيروس المستجد we have here a very elegant term i think most of you heard about it for the first time it is zoonotic it's an adjective it means منقول عن طريق الحيوان from zoo okay from the word zoo covid-19 is a zoonotic disease which means it exists in animals but can also infect humans a report from the who it means the world health organization suggests that bats might have been a host of the virus though it could have passed through other species before arriving on humanity's doorstep obviously here the somos Y llamar yachar الى مرض covid 19 على انه مرض Just bahажд عن طريق الحيوانات وهذا يعني انه هو وجد في الحيوانات و يسبب ا Vegetjudica للبشر وتقرير لمنظمة الصحة العالمية تحدثا عن ان الخفاش قد يكون هو الحاضن أو البيئة يعني الحاضن لهذا الفيروس مع أنه قد يكون انتشر أو انتقل عن طريق بعض الكائنات الأخرى إلى البشر We have a vaccine لقاح All of us know about this It is simply the injection a person with a weak version of the same virus that causes a disease weak enough that it doesn't make the person sick but potent enough that it stimulates the person's immune system to produce antibodies that can vanquish that disease اللقاح اللقاح حقنا شخص بنوع من هالفيروس اللي هو الشبيه من نفس الفيروس اللي هو سبب المرض وهنان ويك يعني الفيروس الضعيف يعني لا يسبب مرض للإنسان لكنه يكفي بشكل يحفز الجهاز المناع للشخص لإنتاج بعض الجزئيات التي ممكن أن تخضي على هذا المرض هنا يستمى يعني كأنه مترجمة حرفيا وأيضا مستخدم في بعض الوسائل الإعلام يسمى مناعة القطيع وهي المناعة الجماعية أو المناعة المجتمع هنا when enough people in a given population have taken an effective vaccine that community develops what is known as herd immunity people are more protected from getting the disease even if they haven't had the vaccine because the vast majority is immune and incapable of spreading it هنا عندما يكون هناك ناس في مجتمع ما قد أخذوا اللقاح الفعال وهذه المجموعة البشرية تطور ما يسمى بالمناعة المجتمعية أو الجماعية أو مناعة القطيع وبذلك الناس يتوقعون من الأمراض حتى في حال لم يأخذوا اللقاح لأنه الغالبية العظمى من أخذوا المناعة ومن غير الممكن أنه ينشروا المرض الأمر الثقية المترجمية 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 الأقضاء يعني واحد يروح لقاربة رغم المرض وهذه عادة يحلم درجنا عليها سنتايزر المطحر طبعا وعدنا shelter in place أو stay at home يعني هذه مصطلحات ظهرت أيضا يعني يلزم مكانك وانا أقعد بالبيت بالعهمية أبقى مكانك أبقى في المنزل وعدنا فيس ماسك لعدنا هذا القناع الوقاية أو غطاء الوجه وعدنا أيضا غلوف هو القفاز اللي عادة يبسو أغلب الناس As a conclusion I have three points by which I'm going to conclude this workshop There are many translators and interpreters faced during crisis situation in aid of the communication process during everyday language challenges The second one is the importance of a qualified translator or interpreter delivering the information correctly is crucial as an unqualified ad hoc person who may not understand the delicacies of the language does not help the community While acting as both a mediator between cultures and a bridge between languages the service provided the service provided in crisis situations can often be the difference between life and death The third and the final conclusion is that translating any content that can make a helpful contribution to the lives of people can help reduce spread of COVID-19 in multilingual communities that can help and environmental that there are a big of a 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 وخاصة في معزمة مثل هذه فيما يتعلق بعملية التواصل اليومي والتحديات اللغوية المصاحبة أهمية وجود مترجم تحريري أو فوري مؤهل في نقل المعلومات بشكل صحيح ضروري جدا لأن أي شخص غير مؤهل قد لا يفهم الاختلافات في اللغة أو مشكلات اللغة وهذا لا يساعد المجتمع في تلقي المعلومات الصحيحة نعرف أن دور المترجم هو كوسيط وكجسر يربط بين اللغات لذلك يجب أن تكون الخدمات المقدمة في مثل هذه الأوقات الصعبة أو أوقات الأزمات يعني هي تقف حد فاصل ما بين الحياة والموت يعني قد تكون نقل المعلومة تنقذ حياة ومعلومة أخرى قد تسبب وفاة شخص ما وأخيرا أن ترجمة أي محتوى ممكن أن يكون ذا إسحام فاعل لحياة الناس ممكن أن يساعد في تقليل انتشار مرض كورونا في المجتمعات متعددة اللغة والثقافات بهذا ننتهي من ورشتنا لهذا اليوم وأرجو أن أكون قد وفقت في تقديمها وأسأل الله التوفيق للجميع وعذرا للإطالة وإلى الملتقى